فعموماً تعالوا نتابع جانب كده من التصريحات في السيركولر ونرجع نكمل الكلام تفضل الموضوع مش سهل ان احنا بنلعبش نفسنا ان احنا دايماً نجيب جون في اول عشر دقايق والمباراة دايماً بتبقى تسعين دقيقة في فرقنا كلنا متحين كل لعبتنا متحين زي موقفون شوية ريال مدريد عنده قايمة كبيرة من اللعبات وهم لعبات كلها لعبات دولية كلها لعبات مستوى عالي من فيه شئر فرق بين اللي بره واللي جوه بالنسبة له وحنا مهم لو ركزنا على اللعب بتاعنا لو ركزنا على نقاط القوة وكمان ان يمكن نقاط الضعف في ديران مدريد اللي احنا نقدر نوصلها للاعبها لكن المهم جداً ان احنا نلعب ونظهر بثقة وبشخصيتنا وده من المطشط دي ما ينفعش ان انت تقدر واقف وراه ودافع بس لكن لازم انت كمان تعمل حاجة لازم يبقى ليك فعل ولازم عندك ثقة في نفسك ونحن ممكن لعندنا ثقة في نفسنا وعندنا الامكانيات لذا احنا من ساعة ما امسكنا الادر الفنهي النادر اهلي مخسر الناس ولا مباراة من ساعة ما امسكنا في خمس شهور وده المفروض يخلي اللعب عندها ثقاف نفسها انها تقدم مباراً كبيرة قدام ريال مدريد انا كمدرب مشارك تشف بطلات بالشكل ده املي كده ولكن عماتاً دايماً عندي كل انا كمدرب فلسفتي ان احنا كل باخد كل مطشب مطشب كل مطشب هو البشارك عليه وبالتأكيد ريال مدريد هو اقوى فريق احنا قابلنا من اول ما بدأت ممكن هيكون اول اقوى فريق هنقبله وبالتالي بكرة هنحضر المباراة وهنحاول ان احنا نقدي كل اللي عندنا عشان نعمل مطشب قوي بكرة مؤتمر الصحفي بالامس كان مؤتمر مهم جداً وكان فيه تصريحات مختلفة من عناصر كمان مختلفة سواء هنا على الجانب يعني الجانب النادي الاهلي او جانب ريال مدريد او حتى الفيفا